تغير الجو فقالت لازم اعملكم تحلاية لاس من لي بالقشطة بأسجة طعم ويلا بدنا نبدأ بداية في عنا 500 جرام نصف كيلو كنافئ رح نبدأ عن طريق الأصابع ننثرها حتى تكون غير متكتلة أو متلاسقة مع بعض البعض كما سيأتي معكم تباعا ورح نبدأ عن طريق بخاخ الماء حتى تتقلب معنا أثناء المد بالصواني كما سيأتي معكم تباعا الآن رح نوضع داخل الصينية من عقد سمن طبيعي سمن حيواني ونوزعه بأسفل الصينية مع الحواف وأيضا رح نعاود نثر عن طريق الأصابع حتى تنزل براحتها بأسفل الصينية ونستج جميع الثغرات عن طريق النثر المستمر ومن ثم رح نعاود براحة الكف إضافة للأصابع رح نمددها حتى تأخذ حجمها الطبيعي وتكون مؤولبة بشكل جيد جدا الآن رح نستعين بكيس نيلون حتى نضغط الكنافئ وتتقلب معنا بشكل جيد صينية على نفس المقاس ومن ثم رح نوضع تقلة في عنا أنيد ماء بوزن ما يقارب 20 كيلو رح نتركها على الجنب وجهة الصينية الأخرى رح نرطب الكنافئ لأن الكنافئ مجرد ما كانت يعني ما تروحة على الهواء رح تنشف فمنعاود ترطيبة عن طريق البخ بالماء ملعقة سمن طبيعي من ثم رح نعاود نوزع وطبعا بالنسبة لكمية كنافئ مسألة اختيارية بتحبوا يكون رسمية تحبوا تخففهم الكامية ولكن على أقل التقدير تكون 250 جرام طبعا بحجم الصينية الموجودة عنها الآن رح نوضع على نفس الطريقة الأولى كيسنيلون ومن ثم رح نوضع أسفل الصينية المضغوطة صار في عنا الصينيتين وبعد مرور ما يقارب نصف ساعة رح نشيل التقلة ورح نتفقد الكنافئ مثل ما يكونوا شايفين مؤولبة ما شاء الله وسائرة بقوام واحد وارتفاع واحد الآن رح نبدأ نسمن الكنافئ عن طريق الفرشات مثل مظاهر أمامكم نوزع السمنية على كافة أطراف مع المنتصف طبعا مبالغ فيها كمية السمنة ضرورية جدا حتى تنجح معكم الوصفة الآن صارت جاهزة ننزله على الفرن درجة حرام 180 لمدة 15 دقيقة بالرف العلوي رح نجهز الأطر ريثة بها تجهز معنا وتنشوه بفرن كاسة سكر نصف كاسة ماء رشة من الحليمون بعد مرور 15 دقيقة هاي هذا اللون مطلوب جدا رح ننزل الصينية الأخرى ورح ننتظر مدة 15 دقيقة 180 درجة حرامة ما تحدثنا طلبوا بهذا القوام وهذا اللون الآن رح نبدأ نوزي الأطر على الطبقة السوفية من الكنافة طبعا كمية الأطر اختيارية كاسة سكر نصف كاسة ماء مع رشة من الحليمون للنصف كيلو كنافة تطلع معكم عيار جدا دقيق رح نوضع الآلب هذا الآلب يمفتح ويتسكر ويكبر ويصار ورح ننزل بشكل مباشر 750 جرام من الأشطاء بين الطبقتين طبعا وضعنا الآلب حتى نتقي خروج الأشطاء من الكنافة وتكون مقلبة بالنسبة لتحضير الأشطاء رح ارفق لكم بالتعليقات رابط تحضير الأشطاء منزليا تمام الآن نوزع الأشطاء ونست جميع الفتحات والثغرات الجانبية وعلى الحواف ومن ثم رح ننزل طبقة الأخرى طبعا ما بتنزل الطبقة الأخرى أو حتى السوفية تضغطوا عليها الآلب حتى تبرد حتى ما تكسر معكم لأنها هشة جدا الآن وبعد ما قلبنا الكنافة عن طريق من العقل كريمة رح نحرر الحواف ورح نرفع القلب عنها تمام طلعت بهذا الشكل رح نبدأ ننزل الأطر على القطع العلوية طبعا متما تحدثنا كمية الأطر اختيارية ولكن كعيار دقيق تستطيع من نفس العيار الموجود بالوصفة ورح نوزعها عن طريق أشاط الكريمة ورح نبدأ نزينها بالأشطاء عن طريق من العقل الأيس كريم حتى ننخذ الشكل المطلوب ولا شك مسألة الزينة اختيارية على حسب ما ترتقوا على حسب ما يكون الأمر مناسب الآن رح ننزل فصول حلبي المطحون على سطح الكريمة كمان الفصول الحلبي من تحضيرنا كطحن وكبشر تمام وطلعت بهذا الشكل النهائي ما شاء الله أعتقد أن الصورة أبلغ من أي توصيف أو أي تعريف العصم الليية بالأشطاء على أكمل وجه وأتم صورة وأزكى طعمة وأنكه نكهة بتذوقوها إن شاء الله بتحضروها على نفس الطريقة ونفس المكونات مع العيار لوضعنا مع المقادير ورح تطلع معكم النتيجة مبهرة لأبعد الحدود لطفاً وكرماً على قويتم وشاركوا الفيديو حتى نستمر معكم ولو وفيكم بكل مواجه جديد إن شاء الله لهذا الحدو القدر نكون فرغنا معكم من تحضيل وصفة العصم الليية على أصولها وبنلوك المعهود تبعها مع الأشطاء والفسو الحلبي بتجربوها على نفس الطريقة سهلة كثير بتخبروه بالتعليقات عن نتائج مبهرة حياكم الله كان معكم الشيف محمد درويش من المبقى الخرافي وإلى وصفة مقبلة